ضمن فعاليته في موسم الشتاء يحتضن متحف بيت العثمان معرضا لدعم المشاريع الصغيرة في قرية نجرة العثمان حيث يجمع المعرض بين رغبته في تشجيع المشاريع وتعريف الزوار بالخصائص التراثية والمعمارية الكويتية العريقة نعم متحف بيت العثمان يضم بين مختلف فضاءاته عروضا لمختلف المقتنيات التراثية بالإضافة إلى نماذج ثقافية وعمرانية توثق تطور فنون العمارة في الكويت كما يشهد المتحف تنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال عبق الماضي ينتشر في نجرة بيت العثمان حيث المقتنيات التراثية والمأكلات الشعبية والأزياء المعرض اليوم إن شاء الله تحت رعاية محافظ حوالي الأستاذ علي الأصفر بالرعاية المعرض لمدة أربع تيام إن شاء الله ومثل ما تقعدوا تشوفون المعرض في كل المشاريع نحن ندعم المشاريع الصقيرة هنا والأسعار جدا رمزية حقهم كدعم لهم نقلب المشاركين يعني مشاريع توها بادية مشاريع مثل ما قلتش عندها محلات بس محلات صقيرة في ناس اللي الحين توهم باديين بالبيوت فإحنا هن ندعم هالمشاريع الصقيرة راح تشوفين كل المشاركين ماك واحد نفس الثاني عندنا الاكسسوارات الكرشير الأشياء التراثية الأكل كل شي موجود فعاليات للحرف اليدويات صاحب نغمات فرقة العرضة وبعض الأنشطة التي يقوم بها فريق الموروث الكويتية نحن نادينا يضم مجموعة من مقتنيين اللي هو ما يسمونهم مقتنيين الدايكاست دايكاست عبارة عن اللي هو السيارات الحديد اللي صغيرة النماذج الصغيرة نحن نشاركين على شكل تراثي يعني يابين السيارات اللي هي الدايكاست هم حاولين إلى سيارات تراثية اللي هي القديمة اللي هي سيارات البريد سيارات وزارة الأشغال سيارة المطافي الشرطة سيارات القديمة ونحن عندنا هنا مجموعة من المقتنيات التراثية القديمة البيوت الكويتية القديمة بما فيها من محلات قديمة حتى الأمن الموجود في القرية ملتزم باللبس الكويتي القديمة عيشة أحمد تلفزيون دولة الكويت